أنا اسمي ساندرين هلال، اتخرجت من الكلية في عام 2013 ودرست دراسات كتاب مقدس. فادي هلال، اتخرجت من الكلية في مجال الكتاب المقدس سنة 1999، كنت اجي من غز لبيت لحم. كان حلم كبير لإلي أني أدرس، وظلوا الحلم يروضني حتى أنهيت المجستير في الكلية 2017 في مجال القيادة والخدمة المسيحية. وتحقق رغم كان كتير صعوبات أنه يجي من غزة للضفة بعيد عن الأهل. كان تأثير كبير من ناحية الخدمة المسيحية، من ناحية المعرفة الكتابية في كلمة الله، من ناحية الجو المسيحي. يعني أنا شخصياً الكلية كان إليها تأثير كبير على حياتي، وصراحة ما زال كمان. الكلية كانت بدايةً مكان اللي خلاني أعرف قدراتي ومواهبي وأكتشفها منيح. كانت المكان اللي خلاني أفكر كيف ممكن يكون إلينا تأثير على المجتمع. حالياً يعني من أربع سنوات بلشت أأسس في مكان اسمه سايكولوجي اليوم. مؤسسة بتخدم المجتمع في إطار التوعية التربوية والنفسية. عندنا برنامج حالياً من خلال جمعية الراعي وكلية الكتاب المقدس، واللي بيهدف لدعم الشباب نفسياً في غزة. كان برنامج بيساعد الشباب أنهم يشعروا أنهم مش لحالهم اللي في غزة. وأنهم مش مفصلين عن العالم الخارجي وأنهم جزء مننا. أطلعنا من غزة وظروف كانت صعبة وما زالت يعني. لكن كان لدينا حلم كمان أنه نخدم شعبنا الفلسطيني. يعني كان بسهولة ممكن نهاجر بره. كان متاح كتير في البدايات. لكن أصرنا وحتى الآن بنصر أنه نخدم الشباب، فئة الشباب، سندلين السيدات، الأطفال. من خلال يمكن وزنة قليلة كتير لكن حاولي نكون أمنا لربنا حتى ربنا يبارك في حياتنا، في الخدمة اللي بنقوم فيها. ترجمة نانسي قنقر